هذا إذا كان صحيحاً يعني هو يبينك ويكشف لك ما كانت تتستر به حكومات السعودية والمشايخ الذين يدافعون عنها ويقول هذه دولة التوحيد ودولة الدين ودولة السنة ودولة السلف هذا يبين لك حقيقة ما كان يجري في الباطن وكانوا يتسترون بالدين بحيث أخذوا قلوب الناس باعتبار الحرمين في بلاد الجزيرة والناس كلها تدين لهم بسبب هذه الشعارات الشعارات التوحيد اللي يرفعونها ويظنون أن كل من يضع قال على رأسه ولا يلبس جلباب إذا تكلم فإنما يتكلم بالسنة ويتكلم بالدين ولا يستطيع الناس كلها سكوت وسمع وطاع من أقصى ماليزيا إلى أقصى المغرب بعامة الناس كلهم يعتقون هذا الاعتقاد وفي الواقع نسبة كبيرة منهم كانت تتستر بالدين للمبقات وعلى المعاصي ونسبة كبيرة منهم كانت مأجورة وأبواق تتكلم لدعاية لدعم هذا النظام الذي بيئ الآن وكشر عن نيابه وأعلن وقوعه في أحضان الصهاينة وأنه يعاد الجهاد في فلسطين وأن الجهاد في فلسطين وحركات الجهاد كلها حتى فقات الإرهاب وأن العلماء المخلصين والعلماء الربانيين المعروفين في السعودية بإخلاصهم وتوسطهم ويناتدالهم ومدافعاتهم حتى عن السعودية كان عندهم شيء من المرونة والإخلاص والصدق في الدعوة كان يدافعون حتى على السعودية في جوانبها الإيجابية ومع ذلك اللي بيرحموهم الآن وأودعوهم غاية بالسجون وأن تقيمون منهم بل ينتقيمون كل من يسكت عن دعمهم عن دعم مثل هذا الفجور الذي تكلم عنه إذا كان هو صحيح أن النساء يعني أرقص نواب في أعلام في أتوحيد هذا كلام لا تفعله إلا جهة فاجرة ظالمة فاسقة وإذا كان هذا صحيح والله هذا في غاية الفساد اللحظ في بلد الحرمين